رياضيا قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني استحاب 26 لعب لمعسكر سويسرا واللي هتضمن مبارتين وديتين أمام الفورتغال واليونان المبارتين دول هيكونوا يومي 23 و 27 مارس في إطار الإعداد للمونديال كاس العالم 2018 في روسيا هيسافر الفريق يوم 19 على متن طائرة خاصة وده يمكن اللي دفع الجهاز الفني للاستعانة بأكبر عدد من اللاعبين لتجربتهم وضمان عدم إجهاد اللاعبين في المباريات كمان قرر الجهاز الفني للفرعنة لاستعانة بعدد من الوجوه الجديدة في المعسكر لتجربتهم والوقوف على مدى تأقلومهم مع القوام الأساسي للمنتخب بنتكلم على حسين الشحات المحترب بالعين الإماراتي ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وأيمن أشرف لاعب النادي الأهلي